خمسون طالباً وطالبة من معاهد عليا مختلفة من محبي التطوع والاندماج شاركوا في ندوة ببلدة حورة في النقب تناولت قضية الحذر على الطرق التقينا بمجموعة من الشباب والشابات من منطقة حورة الذين سيتطوعون في بلدهم من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية ولمانع حوادث الطرق في حورة والبلدات المجاورة مجموعة تأخذ الإرشاد والتوجيه والتثقيف في موضوع المان على الطرق حتى يتمكنوا غداً في إعطاء هذه المعلومات وصب هذه المعلومات لطلبة المعاهد العليا والطلبة في المدارس ورياض الأطفال وفي مراكز المسن وجميع مؤسسات قرية حورة الطيب الذكر المتطوعون ضمن مجلس محلي حورة وسلطة الأمان على الطرق سيقومون بسلسلة من المحاضرات في المدارس من أجل توعية الطلاب إذا أهمية القيادة الآمنة وحزام الأمان وفحص ساحات البيوت قبل السفر بالمركبات الطلاب الأكاديميين متطوعين في هذا المشروع يتلقون إرشادات ومحاضرات في هذا الباب حتى يكونوا سفراء بين أهلهم وفي بلدهم وفي مؤسساتنا ومدارسنا لنقل هذه الصورة من أجل توعية الطلاب والأهل جميعاً للأمان على الطرق هذا التطوع في خدمة المجتمع قد يمنع الحادثة المأساوية القادم علماً أن ربع الأطفال الذين قدوا نحبهم في حوادث السير العام الماضي هم من عرب النقب حيث لقي 11 طفلاً مسرعهم من بين 47 في البلاد عامة الله أن العرب دائماً